كيك خطير خطير تعالوا نعمل مبعد كيك حلو وخفيف وسريع ومفيش فيه شغل النهائي هنستخدم فيه كم حاجه كده بخطوات سهلة وبسيطة بصوا الكيك أدئي سفنكي وهش وخفيف حقيقة تبارك الله عايز اقول ان هو كده ولا الكيك الياباني مفيش بعد كده مع ان يعملها بطريقة سهلة وبسيطة اي حد يقدر يعملها عايز اقول له اول مرة بيزوروا كنا وعجبكم الفيديو اعملوا لايك وتابعوني على قناتي وصفحتي هسيب اللينك بتاعهم فيه صندوق الوصف هنستخدم الحليب اي نوع من الحليب اللي انت بتحبيه وهنزل بيه على روز اصلي الكيك ده مختلف شوية ما تسألوش لي بس في النهاية بيدي نكهة ما حصلتش هو قوي 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 وهو دي على البتجاز على درجة حررة متوسطة عشان اللبن مع الحليب مع الروز ما يتلساش منه في بعض على البتجاز ويدي ريحة وطعم الوحش يعني بعد حوالي تلت ساعة بروح بلقي الشري بالحليب بتاع بروح منزل عليه السكر وبعدين دي كانت كوباية من الروز كوباية الروز بتاخد حوالي كيلو من الحليب والسكر اختياري انا حطيت كوباية واحدة هنا بقى حطيت الفانيليا تقدري تستخدمي البودر وتقدري تستخدمي الهوى الخام انا مردتش يحط الخام اللي عندي الهوى السائل او الليكويد عشان كان لونه مسمر غامئ فقلت يخلي الروز الابيض ده اللونه مغمئ وانا ما كدش حبة كده فاستخدمت الهوى البودر بتاع الفانيليا هنا احطه في الصينية او في القلب بتاعي فانزلتي بقى بطبقة بسيطة من الهوى الجوز الهند الروز كلهم ما اخدش مني نص ساعة تسوية زي ما قلتلكوا اول خطوة بسيبها الدقاشرين دي على نار متوسطة وامتبعها عشان ما تلسعش مني من تحت عشان في بعض الحلال بتلسع الاكل تمام عشان لو تلاس عامي ريحة مش كويسه وطعمي مش كويسه وانا عشيكت الروز بلبن فمردتش ابوزه وبعد ما حطيت الهوى الجوز الهند وحطيت الروز غطيت عليه واسبته بقى عشان ما ينشفش حين هادخل على الكيك استخدمت بتان وانزلت بيها على السكر وبعدين هاستخدم هنا المضرب هادربهم شوية وبعدين انزل بيها انزل بالفانيليا عليهم بس الحدي ما دوب السكر شوية امين عفوا الزبدة عايزة اقول الزبدة هدوب الزبدة مع السكر مع البيض وبعدين هبتدي احط ريحة الفانيليا بتحت المرة دي ما زلتش بقرفة لاني ماينفعش خالص احطت قرفة خالص ماينفعش يعني ماتحاولوش معايا وبعدين دا شكل هاديف بقى الفانيليا بتحت استخدم اي نوع من الفانيليا هنا وبعدين هقلب الخاليد عدوها بقى عما لا قاض عبى عليش أقلب الغاليد وهستخدم ان نوع دي اللي دايما باستخدمه وانتو عارفينナي بدبكدين معايا هنا استخدم كوبايتين بس من الديئة هيتدوني كاكاية اللي انتو هتشفوها معي وهنا هستخدم البيكنج بودر ما استخدمتش بيكنج سودا ما استخدمتش كمان خل خالص هسيب المأدير جوا صندوق الوصف وانزلت بزرة من الملح وبعدين هنا هستخدم اللي هو اسمه المضرب وهبتدي انزل بالحقيبة شوية بشوية لحد ما تشوفوا اه الخليط معي هيوصل ازاي الحقيقة خليطي الكيك ده مختلف فغير اي خليط انا بعمله كان عامل زي الكريم شانتيه كأنه كريمة بالزبط بصه شكله خاصة وانا بفرده انا كنت مبسوطة اوي بيه كان ممكن العب في الكيكة دي عمل فيها حاجات كتير اوي حقيقة كانت عاملة زي كريمة كريمة الخليط بتاعها عامل زي الكريم شانتيه بالزبط ناعم جدا هنا القلب اللي هستخدمه هنزل بيه بورقة زبدة عشان تساعدني ان انا هطلحها ودخلها تاني زي ما انا عايزة ودي الخليط بتاعيها والزعف الصينية كلها واتاكد اني ما فياش هوا عايزة اقول تاني ان الخليط اللي انا عملته مفوش هوا مش محتاج ان انا اعمل فيه عوض ولا اي حاجة الخطوة اي عملتها عشان الناس اللي بتعمل كيكو بتدخل فيه هوا فلازم تعملي كده عشان تقدري اني كتير ما تبقاش من جوا فيها تفقق فقق فقق كيع وبعدين حمصت شوية بوندو هدخل الفرن بقى على درجة حرارة مية وتسعين والفرن يكون سخن قعدت حوالي نص الساعة بوسوا شكلها عاملي ازاي طبعا خطيرة خطيرة بتقول لي عاملي فيه اللي انت عايزة انا ملك ايديكي هنا جبت حليب دافي من السخن دافي والكيكا بتاعتي كانت كمان بردت وانزلت عليها بالسكر ودوبتها وبعدين هبتدي ازبط الكيكا عايزة خلي الكيك بتاعي كله مقاس واحد ارتفاع واحد هشيل الحتة اللي من النص دي واركنها على جنب عشان ابتدي بقى انزل عليها او اعمل الكريمة بتاعتش اللي انا هشتغل دلوقتي معاكو عليها واعمل الطبقة بتاعت الكريمة او القش ده هعمل اللي هو همسك الهوض وعمل اخرام كده عشان تقدر تشرب الحليب بسرعة برضو عايزة اقول هي مش محتاجة لاني اساسا انا شلت الوش من فوق مجرد اني اعمل ولكن عشان الناس اللي مش حابة تشيل ما تلاقيش اللابها راح يمين وراح يمالوا الحركات دي بصوا اول ما جي تسقيها رجعتها القلب تانية عشان لو في حليب نزل منها يبقى منها فيها هي بقى تشرب تقدري هنا تستخدمي الكريم شنطي وطبعا الخطوات بتبقى مكتوبة على الباكتش او الكيس بتاع الكريم شنطي اللي انت هتشتغلي عليه فبلاش انا اقول لك الخطوات استخدمي الخطوات اللي مكتوبة عليه بس انا هنا استخدمت الهو الهف الهفن هف نو نات نات هفن هف ده هف كريم يا الكريم اللي هنا ونزلت عليها بالسكر وشوية فانيليا وبعدين شغلت المضرب بالشكل ده الحد ما يديني الكوام اللي انا عايزاي كوام الكريمة ما تزاوديش السرعة وماتش عشان ما تعملش الزبدة ويقطع منك تلاقيه فصل كده وبقى زبدة او بقى كتلة واحدة تمام او ينزل المياه كده حلوة او يعني ما بياخدش منك دقيق ايه ايه ان لو عديتي دقيقة تعرفي كده اني كنت ايه او تاني حلا حسب الاسمه ايه القوة بتاعة المضرب اللي انت بتستخدميها السرعي يعني هنزل هنا بالكريمة فوق وش الكيكاية بتحتي وحاول اضبط الجناب وخلي شكلها حلوة وغطيها شوية ودخلت تلاقيه بس اللي هي تعمليه تجمت شوية ها مش عايزة اكتر من كده وانا ما كنت تصبور عشان كنت عايزة خلص لاني مش قادرة تكون بقى اكتر من كده هن استخدمت المصطرة عشان كنت عايزة اخلي كل واحد مقاس كل المقاسات كلها زي بعد على قدي ما قدرت طبعا بس في النهاية طمعت يعني خدت واحدة يا تبارك الله هنا بقى ابتديت اضبط الدنيا تداري هنا بقى تعمليه تحطي كارميل تحطي اللوتس تحطي اي فروت بتحبيه هنا اعطي عنا طبقة الروز بلبن وهنزل عليها بالكيك من فوق وهتبتدي بقى تشاكلي اي حاجة انت بتحبيها وزعتها كده على شكل اربع مصطرة لوت صح؟ وهنزل هنا بالمانجا تقدر تستخدمي اي نوع فواكي بتحبيها اي نوع مكسرات استخدمت البندق اللي انا حمصته استخدمت اللي تشيري هنا والتوت زي ما قلتلك ممكن تستخدمي موس استخدمي فراولة تستخدمي اي حاجة موجودة عندك الكيكة دي بتقولك حقيقي انا اشغلل اي حاجة استخدمت الماتشا طعمه حقيقي جميل قوي كنت عايز ااخد منها جزء وحطها على الكريمة واعمل الليكود عليها واعمل اللون الاقدر بس سبتها كده كده يعني حطيتها في نفس الوقت انا بزبطة السكر بالزبط فالتعم حلوي عايز اقول من اجمل ما اكلت يعني هي انا تبارك اللي ما شاء الله حقيقي جميلة قوي خفيفة اسفنجية كلمة اسفنجية دي كمان مش منتطبقها معاها هي بتعمل كده عامل فين الجالي عاملة زي الجالي وانا بحوطها كده بتعمل معها برفق كاينها الجالي كده عملة تروح مني وتيجي مني زي الكيك الياباني بالزبط بس طعمها حلو مختلفة عنها طعمها طعمها طعم الكيك حلو يعني خليكي مشتغذي واحدة وتقولي خلاص لا لا عايزة تاني يعني حييتة بارك الله بصوا بقا هنا اللي بالروز دي حكاية طبعا حديثت اللصانية اللي عملت فيها الروز جوة تلاجع عشان اقدر اتحكم فيها ويبقى متماسك بالشكل اللي انتو شايفينو كانتري ناعم عامل زي الزبطة زي ما احنا بنقول بصوا بصوا بطرقس رأسي انجو يا جماعة تنسوش تحطوا لايك وتابعوني على قناتي وصبحتي كان معاكم حبيب